منتخب المغرب الأولمبي يضرب منتخب بلجيكا بتلاتة مقابل واحد ويطمنك على مستقبل المنتخب المغربي للفتسال في قادم السنوات السلام عليكم ورحمة الله من أمتع المباريات اللي شفناها في كرة القدم داخل القاعة في آخر الشهور وآخر سنة تقريبا مباراة في منتهى القوة والإصارة والإندفاع البدني والمهارة ريمونتادة مغربية على الأراضي المغربية وعلى أراضي قاعة الصادق الشاوي بالقصر الكبير حماس كبير في المدرجات ما يعرفكش أبدا وما يدلش أبدا أن دي مباراة ودية الجماهير متفعلة بشكل كبير وبتشجع فريقها وبتدفع لعبيها لتقديم أحسن المستويات النهاردة لعبي المنتخب المغربي الأولمبي لأقل من 23 سنة بيطمنوا الجماهير المغربية بيطمنوا محبي لعبة كرة القدم داخل القاعة أن عندهم منتخب واثنين وثلاثة احتياطي للمنتخب الأول المنتخب الأول المغربي يعني حدس ولا حرج بسم الله ما شاء الله يأكل الأخضر واليابس في الفترة الأخيرة ودلوقتي المسؤولين عن المغرب بيجهزوا منتخب أولمبي أقل من 23 سنة عشان يكون بديل للمنتخب الأول ويتم تشبيب المنتخب الأول تدريجيا وينافس على كل البطولات وبيجيب المنتخبات الأوروبية ويلعبهم ماتش واثنين وثلاثة النهاردة بنلعب المنتخب البلجيكي بشخصية كبيرة بشخصية قوية وعودة في النتيجة بعد انتهاء الشوط الأول واحد مقابل واحد وتقدم المنتخب البلجيكي عاد المنتخب المغربي وعد للنتيجة واحد مقابل واحد لكن في الشوط الثاني لعب المنتخب المغربي ضغطوا بكل قوة ولعبوا على المهارة والهجمات المرتدة وقدروا يخطفوا الهدف الثاني والهدف الثالث ويفوزوا بالمباراة ثلاثة مقابل واحد شفنا في المدرجات هشام الدكيك من أول دقيقة بيتابع المباراة ومركز في المباراة وبيركز على أداء اللاعبين ويشوف مين أفضل اللاعبين في المنتخب الأولمبي اللي يتم انضمامهم للمنتخب الأول وشفنا لأول مرة ابتسامة على وجه هشام الدكيك اللي دايما ملتزم ودايما بيركز في المتشاط حتى وهو فايز خمسة وستة وسبعة ما بنشوفوش أبدا يبتسم ويدحك النهاردة في المدرجات شفناه بيبتسم ومبسوط وفرحان وحماس كبير من الجماهير وتشجيع كبير من الجماهير لفرقة منتخب المغرب الأولمبي أقل من 23 سنة اللي عادوا في النتيجة وكان فيه التحامات بدنية قوية مع منتخب بلجيكا اللي اعتمد على القوة البدنية في المباراة ولكن المنتخب المغربي قدر يقاوم ووصل بالنتيجة لثلاثة مقابل واحد ملتخب بلجيكا بالمناسبة عندنا مباراة تانية عما ملتخب بلجيكا يوم الخميس القادم الساعة ستة مساءً أيضاً بقاعة الصادق الشاوي بالقصر الكبير وبنحيي الجماهير اللي كانت موجودة في الملعب على تشجيعها وحساها على اللاعبين لتقديم مباراة مميزة والمباراة هتكون منقولة أيضاً على قناة الرياضية المغربية اللي بنشكرها أن هي بدأت تهتم بنقل المباراة التلفزيونية لأن كل المباراة مهمة وبتشوف وبتلاقي تفاعل كبير من الجماهير وبالتالي لابد أن القناة الرياضية المغربية وكل قنوات تنقل مباراة المنتخب المغربي وكل منتخبات المغرب لكرة القدم داخل القاعة لأن الجماهير بقت بتستمتع بهذا المنتخب وبهذه اللعبة وما يقدمه من مهارات عالية وفنيات عالية على أرضية الملعب شوفنا النهاردة هات وخد وشوفنا نقلات وسرعة ومهارة عالية يعني خاصة في الهدف الثاني والهدف الثالث للمنتخب المغربي منتخب المغرب الأولمبي النهاردة بيطمن الجميع أن فيه بودلاء في منتقى القوة للمنتخب الأول المغربي اللي هو بالمناسبة رقم 8 عالميا وبيفكر فيه أنه يروح في الخمسة الأوائل والأربعة الأوائل وأيضا في كأس العالم القادمة بيفكر أنه يروح بعيد ويصل إلى نصف النهاية وبالتالي عند المنتخب المغربي يعني بودلاء وعنده ناس يقدروا يشاركوا في أي وقت فيه المنتخب ولاعبين يشاركوا في أي وقت فيه المنتخب الأول أثبتوا جدرته من النهاردة أمام المنتخب البلجيكي وفازوا ثلاثة مقابل واحد مباراة كانت صعبة جدا جدا ولكن قدر يحسمها المنتخب المغربي بمهارة لاعبية بقوة الإدارة الفنية بتشجيع الجماهير بدعم هشام الدكيك من المدرجات كل دي عوامل أدت إلى فوز المنتخب المغربي بالإضافة في المقام الأول بتوفيق ربنا وبعد كده أداء اللاعبين المهاريين جدا جدا على أرضية الملعب قول لرأيك فيه الأداء والنتيجة النهاردة ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته